موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أمفند كت مشاهدين أهلا بكم بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة الأفراد وسرة المرحوم المجاهد والوطني الصادق محمد بن سعيد ايتدر وقال جلالة الملك في هذه البرقية علمنا بعميقية التأثر والأسى بالنبأ المحزن لوفاة المشمول بعف الله تعالى ورضاها المجاهد الكبير والوطني الصادق محمد بن سعيد ايتدر تغمده سبحانه بواسع مغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه وأضاف صاحب الجلالة وبهذه المناسبة الأليمة نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهل الفقيد العزيز وذويه ولسائر قاربه وأصدقائه ولأسرته السياسية الوطنية عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا وتعاطفنا في فقدان رائد من رواد المقاومة المغربية والذي برحيله المفجع فقد المغرب أحد أبنائه البررة الذي نذر حياته لمقاومة الاستعمارين الفرنسي والإسباني والدفاع عن حرية المغرب واستقلاله وكرامته والذودة عن وحدته الترابية في تشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها جرى بعد صلاة عصر اليوم الأربعة بداري البيضاء تشيع جثمان الراحل محمد بن سعيد دايت الدر المقاوم والصياسي المغربي وذلك بحضور صاحب السموية الملكي الأمير مولاي رشيد وبعد صلاتي العصر والجنازة وري جثمان الفقيد الثرى بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء وذلك بحضور أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذويه وممثل عدد من الأحزاب السياسية والنقابات والسلطات المحلية إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى وولد الراحل سنة 1925 في قرية تمنصور بإقليم شتوكا ايتبه وانخرط في مقاومة الاستعمار حيث كان من أطر المقاومة وجيش التحرير وبعد الاستقلال انخرط الراحل في العملية السياسية حيث كان رئيساً لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي وانتخب نائباً في البرلمان عن إقليم شتوكا ايتبه وكان صاحب الجلال الملك محمد السادس قد وشح الراحل بن سعيد ايتيدر في 30 من يوليوز 2015 بوسام العرش من درجة الحمالة الكبرى في خبر آخر كده رئيس والحكومة سيد عزيز خنوشا اليوم الأربعاء برباطاً الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات ماناً منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في جعل المملكة قطباً رقمياً أقليمياً وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقباً عقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية برئاسة رئيس الحكومة تم خلاله عرض التوجهات العامة للتنمية الرقمية المغرب الرقمي 2030 أبرز السيدة خنوشا تبني الحكومة للتحول الرقمي يأتي تنفيذاً للتوجهات الملكية السامية الدعية إلى ضرورة تسريع وطيرة الرقمنا لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم أكد المشاركون في الندوات الوطنية لليوم العالمي لإنترنت أكثر أمناً بالمغرب 2024 برباط على أهمية الوقاية من مخاطر الاستعمال غير المسؤول للإنترنت والحاجة إلى تحصين البيئة الرقمية تقرير ردوان مستقيم المشاركون في الندوة الوطنية لليوم العالمي لإنترنت أكثر أمناً بالمغرب 2024 أكدوا على أهمية الوقاية من مخاطر الاستعمال غير المسؤول للإنترنت والحاجة إلى تحصين البيئة الرقمية سيما في صفوف الفئات الأكثر هششة على غرار الأطفال والنساء واليافعين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مكنت المؤسسات التعليمية من ولوج آمن للإنترنت عبر تقنية الفلترة التي تعتبر نشاطاً تقنياً صرفاً الغاية المثلة تجلت أساساً في تحصين الوسط الرقمي وإضافة لهذه التقنية تم تعزيز التنصيق مع الشركاء مع الانكباب أيضاً على الذكاء الاصطناعي نحاول في المجلس صون حقوق الأطفال في البيئة الرقمية وتحقيق الأمن بها من خلال تدخلات قانونية وأخرى تنكب على التحسيس والتعاون التكنولوجيا الرقمية توفر إمكانات غير مسبوقة لتحقيق الرفاه والتطور وطبيعتها المعقدة وتطورها المتواصل يمثلان تحدياً حقيقياً أمام حقوق وسلامة الأطفال على وجه الخصوص وعلى هامش هذه الندوة وقع المركز المغربي للأبحث المتعددة التقنيات والنقابة الوطنية للصحافة المغربية على اتفاقية إطار للتعاون تروم تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي عموماً وبالعنف الرقمي والتحرش الإلكتروني على وجه الخصوص هي فرصة لنوجه الرسالة لكل مغاربة على الأهمية لهذه الدكاء الاصطناعي ولكن بالمقابل نبهوهم أنه كان مخاطر التي تتشكل هذه التقنية وبالمناسبات نوجه لهم مجموعة من نصائح أنهم يتعاملوا بطرق آمنة في مجال الدكاء الاصطناعي بصفة واحدة تكنولوجيا أعتقد أن الإعلاميين يوجدون في قلب هذا الحدث وبالتالي من أجل أولاً البحث على آلية جديدة لتكوين الصحفيين لأنه كما تعلمون في كثير من القضايا الآن متجددة وخصوصاً القضايا المرتبطة بالدكاء الاصطناعي نحن منفتحون في الناقبة انطلاقاً من المؤتمر التاسع على كل المجالات التي تؤدي إلى خدمة صحفيين للدخول في هذا العالم من أجل مواجهتي ومن أجل فهمها أولاً خدمتاً للقارئ والمتلقع عموماً وأكد المشاركون أن التنسيق المستمر في كافة الأطراف المعنية سيحمل وسط الرقمية من الانزلاقات التي تستهدف الأطفال على وجه الخصوص والذين أصبحوا في السياقات الراهنة أكثر تعلقاً بالأجهزة التكنولوجية داعين إلى تبني مقاربة متعددة الأبعاد للتصدي للعنف والتحرش الرقمي توصل ديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس من رئيس مجلسي نواب سيد راشد طلب العالمي وذلك بمناسبة اختتام الدورة الأولى من سنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر رئيس مجلسي نواب جدد بهذه المناسبة صالة عن نفسه ونيابة عن سيدات وسادة أعضاء مجلس النواب لصاحب الجلالة فروض الطاعة والولاء معرباً لجلالته عن أصدق آيات الإخلاص والتعلق دار عين إلى الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويسدد خطاكم وينعم عليكم يا مولاي بأسباب التوفيق والسدد في كافة الخطوات والقرارات والأقوال والأفعال وأضاف ونحن نستكمل أشغال الدورة التشريعية الحالية مستحضرين ما ركمناه خلال هذه الدورة من أعمال ومواقف وما حققناه جميعاً في مجلس النواب من نتائج نجدد التزامنا لمواصلة أداء المهام المنوطة بنا وذلك بروح العمل الجماعي وبثقافة ديمقراطية النزيهة وبالحرص على أجواء التوافق والحوار وتبادل الرأي والإنصاط لمختلف التوجهات والخيارات والاقتراحات توصل الدوان والملكي ببرقية ولاي وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس من رئيس مجلس المستشارين السيد النعمة ميرا وذلك بمناسبة اختتام الدورة التشريعية للمجلس ورفع رئيس مجلس المستشارين بهذه المناسبة نيابة عن أعضاء المجلس وأصالة عن نفسه إلى صاحب الجلالة آيات الولاء والإخلاص داعين الله جلت قدرته أن يحفظكم ويرعاكم ويديم عليكم أرضية الصحة والسلامة والعافية ويحقق على يديكم الكريمتين ما تصبون إليه لشعبكم الوفي من تقدم ورفاهية وازدهار وتابع أن أعضاء المجلس يستحضرون بهذه المناسبة بكل اعتزاز وتقدير جهودكم الموصولة وسعيكم الدووب المعزز بنصر من الله وتوفيقه في إقامة نهضة تنموية شاملة بكل ربوع المملكة وترصيخ القيم المثلة في التضامن لاجتماع والتلاحم الشعبي والتوازن الجهوي اعتردت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة سواحل اليوم الأربعاء بدواحي ميناء طنطان ما مجموعه 93 مرشحا للهجرة غير الشرعية بينهم 72 من أفريقيا جنوب الصحراء وعشرين مغربيا وباكستاني وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الموقفين تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاربها العمل على صعيد آخر تشكل مؤسسة رعاية الاجتماعية حضانة اليوسفية للأطفال المتخلى عنهم والنساء ضحايا العنف بمدينة اليوسفية تجسيدا واضحا لالتزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الثابت من أجل ضمان العيش الكريم لهذه الفئة الاجتماعية لهاشة تقرير الشيماء بك حضانة اليوسفية للأطفال المتخلى عنهم والنساء ضحايا العنف ومنذ إحداثها سنة 2016 تواصل بفضل المقاربة العملية والمبتكرة للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية الاطلاع بدور استراتيجيا بكل كفاءة من أجل ضمان حياة كريمة للأطفال المتخلى عنهم والنساء ضحايا العنف في إطار تنزيل مضامين اتفاق الشراكة المبرمى بين الجمعية الخيرية الأحمر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي خصصت لها مبالغ مالية لتهيئة وإصلاح وتجهيز مؤسسة الرعاية الجماعية حضانة اليوسفية التي أصبحت بفضل دعمه ومواكبته مؤسسة نموذجية تضمن العيش كريم لهذه الفئة من الأطفال والنساء وتقدم هذه البنية العديد من الخدمات لفائدة المستفيدين خاصة الإيواء الدائم للأطفال المتخلى عنهم والنساء ضحايا العنف بالإضافة إلى الاستماع والوسطة الأسرية كما تضم هذه المؤسسة التي تنقسم إلى جناح خاص بالأطفال وآخر خاص بالنساء على العديد من المرافق الصحية أعلنت الأمم والمتحدة اليوم الأربعانة بحاجة إلى أربعة مليارات الدولارات فاصلة واحد في عام 2024 لتوفير مساعدة إنسانية للسكان في السودان التي تشهد حربا أهلية للاجئين منهم في الدول المجاورة وقال منصق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتن جريفيت في بيان لقد حرمت عشرة أشهر من النزاع السكان في السودان من كل شيء تقريبا الأمن والمأوى وسبول العيش وتسبب العنف في فرار أكثر من مليون شخص ونصف واللجوء إلى دول الجوار رفعت السلطات الصحية بالبرازيل من وطرة عمليات التطعيم ضد وباء حمدنك وذلك لمواجهة تزايد حالات الإصابة المسجلة لأسيما في مدينة ريو دي جانيرو تفاصيل أكثر مع خالد بدو مركز الرعاية الصحية بمدينة ريو دي جانيرو يعد واحدا من المراكز العديدة التي تستقبل خلال هذه الأيام عددا مهما من الحالات المصابة بفيروس حمدنك في ظل هذا الوضع السلطات الصحية في البرازيل رفعت من وطيرة تطعيم المواطنين لمواجهة خطر تزايد حالات الإصابة بالفيروس حيث تضاعف عدد المصابين أربع مرات في شهر يناير المنصرم بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية عدفنا هو أن نتمكن بشكل كبير من تقليل عدد المرضى في المستشفى وتقليل الوفيات الناجمة عن حمدنك السلطات الصحية في البلاد أشارت إلى أن عدد الإصابات في ريو فق عشرة آلاف إصابة منذ بداية العام الأمر الذي دفع عمدة ريو لوضع خطة طوارئ لمواجهة حمدنك وتشمل الخطة مجموعة من التدابير تهدف للحد من انتشار البعوضة الناقلة للمرض فيما لا يزال المصابون يخضعون للعلاج في المستشفيات للتخفيف من حدة أعراض الإصابة بالحمى إذ يتمح القائمون على المنظومة الصحية للسيطرة على الوباء والحد من خطورته وفي الختام عرفت الدخل أمسين إجراء منافسات المرحلة الثالثة من لحاق الصحراوية المدرجة ضمن فعاليات نسخة العاشرة لهذه التظاهر الدولية التي تنظمها جمعية خليج الدخل للثقافة والرياضة إلى غاية العاشرة من فبراير الجاري تقرير هشام فرحان المرحلة الثالثة من لحاق الصحراوية عرفت تنافسا محتدما بين المشاركات اللواتي يمثل مختلف الجنسيات في اليوم الثالث من اللحاق كل شيء يسير على ما يرام والمنافسة مدهشة للغاية ونحن نعمل بالموازات على تقديم النصائح الوقائية والعلاجات الضرورية قبل خوض المشاركات للمنافسة وجاءت منافسة اليوم الثالث من هذه المرحلة قوية ومثيرة حيث قاطعت المشاركات تحت شمس حارقة الاختبارات المبرمجة والتي انطلقت بسباق للدراجات الهوائية ثم سباق القوارب قبل خوض تجربة النزول بالحبال دابا في المرحلة الصعبة ديال هاد اليوم اللي هي ديسانتون غابل اللي فيها خمسين مترو ديسانت في لاجون وهي من المرحلة الصعبة بحيث انه خسكون بزاف ديال الحيطة والحادر على حساب السيكوريتي ديال المتباريات وتجري اطوار منافسات هذا الحدث الرياضي النسائي بامتياز عبر مشاركة ثنائية في كل مراحل السباق من البداية الى النهاية بما يتيح للمشاركات خوض مغامرة مشتركة والاستمتاع بالمقابل بالمناظر الطبيعية المغربية المتفردة ذلك مشاهدين نكون قد وصلنا لختم هذه النشرة نشكر لكم طيب المتابعة في عمال الله